يا زهراء سطور من النثر الفني الإيقاعي عنوانها يا أبي أتنقل بين البلدان فأرى معالم الفرح في أنحائها ناسهم مبتهجون وأنت غارق في أحزانك يا أبي ألست أبي يا عراق ألست ابنك الهائمة في بلاد الواق واق أليس هذا دمك الذي يلطخ صدرك في ساحة التحرير مسفوحا يراق واجم 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 أنت يا أبي واجم واجم أنت يا أبي دموعك الخرساء تحرقك اللهبي صامت تنزف صامت تنزف ما للمحاسن قد غيرتها الخطوب هل أنت عراق ويحي ويحي آلام جراحك لا تطاق وحيداً أراك غريباً أراك موطني 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 الجلال والجمال والسلاو والبهار في رفاع في رفاع والحياة والنجار والعلاو والعجار في رفاع في رفاع هل أرى هل أرى سالماً مدعماً وغانماً مكرماً سالماً مدعماً وغانماً مكرماً هل أرى في رفاع أبلغو السلا أبلغو السلا موطني موطني يا لحزنك الطويل يا أبي يا لحزنك الطويل يا أبي وإن شاخ من العمر وحقك يا أبي إني في هواك لازلت صبي وحقك يا أبي وإن شاخ من العمر وحقك يا أبي إني في هواك لازلت صبي وحقك يا أبي شوقي إلى حضنك الدافي وصوق وصوتك العذبي شوقي إلى حضنك الدافي وصوتك العذبي ما لي أرى ما لي أرى كل التجاعيد في وجهك الترب ما لي أرى ما لي أرى كل التجاعيد في وجهك الترب أما أنا أن تستريحة من ليلك المتعب آه يا أبي أما أنا أن تستريحة من ليلك المتعب آه يا أبي يا سببي ويا نسبي يا أدبي ويا حسبي يا أطبي يا أطبي مهما اقتربت ومهما ابتعدت مهما بررت ومهما عققت فأنت أبي فأنت أبي حزيناً أراك موطني 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 الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يمين أو يمين نستقيم لن نتعب ولن نكون للعزب في العديد في العديد لا نريد لا نريد كلنا المعبدة وعيشنا المنجدة كلنا المعبدة وعيشنا المنجدة لا نريد لا نعيد أجتناك لي أجتناك لي موطني موطني من آذاك يا أبي يا عراق من آذاك يا أبي من أدماك يا أبي لصوص الليل أم سراق النهار أبناء قطب من آل الشيصبان أم طابقيات العمائم عمائم الشيطان سود وبيض وسائر الألوان من آذاك يا أبي من آذاك يا أبي من أدماك يا أبي لصوص الليل أم سراق النهار أبناء قطب آل الشيصبان أم طابقيات العمائم عمائم الشيطان سود وبيض وسائر الألوان هل أخبروك يا أبي هل أخبروك ضاعت سفينتنا بين أمواج الظلام هل أخبروك يا أبي هل أخبروك ضاعت سفينتنا بين أمواج الظلام وواء أسفا يا أبتي وواء أسفا يا أبتي عرفنا بعد الضياح أن قبطان السفينة هو القرصان عرفنا بعد الضياح بعدما سرقوا ونهبوا ديننا ودنيانا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وضاع وضاع كل شيء وواء أسفا يا أبتي عرفنا بعد الضياح أن قبطان السفينة هو القرصان ما نحن ثولان يا أبتي يا عراق إنني أتحدث عن نفسي لا شأن لي بالأذكياء والنوابغ والعباقرة أتحدث عن نفسي أتحدث عن نفسي ما نحن ثولان يا أبتي يا عراق وهذا هو حال الثولان يعرفون بذكائهم ونبوغهم وعبقريتهم يعرفون خراب البصرة بعد خرابها جابها مخلص الحج ذول أهل العمائم إنني أتحدث عن العمائم الكبيرة الكبيرة وليست العمائم الصغيرة التي لا قيمة لها ولا تأثير لها مخلص الحج ذول أهل العمائم والمدس وحق عينك علسون علس شفطون شفط هلسون هلس ذول أهل العمائم والمدس وحق عينك علسون علس شفطون شفط هلسون هلس لفطون لفط عباد الفلس ضحكوا علينا ضحكوا ضحكوا علينا بس ضحكوا ترس ذو لهل العمايم والمدس ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم و و و و صنعوا من الشيعة حميرا لهم رجاء شنفوا أسماعنا وأطربونا غاية الإطراب بما جادت به قريحة المرجع المعاصر آية الله العظمى السيد كمال الحيدري وهو يغرد صادحا وصادقا حيث ينقل لنا خارطة الطريق والبرنامج المرسوم من قبل مراجعنا العظام لا أقول لشيعة أهل البيت وإنما أقول لشيعتهم لشيعة المراجع فإن شيعة أهل البيت ما هم بحمير رجاء أطربونا أطربونا غاية الإطراب برائعة المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري الديخية ما رد أجيب الأسمان واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل للنوبالية قال توصل اطمئنم تركبهم يعني باش اش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام قبل خمس سنة قلت للمستعجب مش دارها قلية تركب تركب يعني خلاغة أغميشيني كما تقول خلاغة أغميشيني كيف تبقوا لهم كان حالة أسرميش فقوش ديخ تعرفي فقوش والنس عبارة كنا على تفاو وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسمان عرضها قال تركب مثل ما تركب نعم غاية ديخ كل شيء لا لا معلم إجمالية هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة وفي الإعادة إفادة رجاء أعيدوها ما رد أجيب الأسمان واحد قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قبل أخير قال لي أخير بابا ما توصل للنوبية قال توصل و اطمئنم تركبهم يعني ما يعني تركبهم و تقول لهم ديخ والله نفع عبارة واحد من الأعلى أخبر خمس سنة قال لي لن استعجب مش دارها قولنا تركب يعني خلاقة أخبر 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 فقوش ديخ عرفي فقوش والنص عبارة كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسمان عرفة قال تركب مثل ما تركب نعم غير لا معلم إجمالي هذا الواقع هو واقع الشيعة لا أخبروا واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة هل تعلم يا أبي يا عراق أن ابن آوى يمرح في الديار فقال أبي مسترسلاً راحني الدجاجات يا بعدبوك عيلا سهن أبرو يشد في ثقافتنا الشعبية العراقية الحسجة هناك عدة كنا لابن آوى واحدة واحدة منها أبرو يشد هل تعلم يا أبي يا عراق أن ابن آوى يمرح في الديار فقال أبي مسترسلاً راحني الدجاجات يا بعدبوك عيلا سهن برو يشد الخلاصة بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد ووقفنا صفوفاً كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام حدثونا حتى دوّخونا عن ذكاء الحج المجاهد أخبرونا حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد عن نضاله السلبي أيام الكفاح لكنهم نسوا أن يخبرونا أنساهم الشيطان غفر الله لهم ألا لعنة الله على الشيطان لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة أبو الويو وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة إنها الأموال التي سرقها ونهبها ونهبها الحج المجاهد وأعطى خمسها للمرجعية الرشيدة أعلى الله مقامها بحسب الفتاوى السرية وليست العلنية هناك هناك فتاوى علنية ما أنا من أهل البيت وأهل البيت أدرى بالذي فيه هناك فتاوى علنية للاستهلاك الإعلامي تدخل تدخل تحت قانون التثويل المغناطيسي الذي تمارسه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وهناك فتاوى سرية لا تكتب ولا تنضى بالأختام الشريفة لمراجعنا الكرام أموال الدولة أموال مجهولة المالك تستغربون مراجعنا الكرام يعدون أموال الإمام الحجة في كتبهم الفقهية من الأموال المجهولة المالك أموال صاحب الزمان يعدونها أموالاً مجهولة المالك فما بالكم بمال الدولة فمال الدولة مال مجهول المالك فإذا ما تسلط المؤمنون على هذه الأموال في بعض الأحيان يجب عليهم أن يأخذوها تحت عنوان الاستنقاذ والاستخلاص تحت عنوان الاستنقاذ الشرعي والاستخلاص الشرعي أو في أكثر الحالات يجوز لهم أن يأخذوها لكن لا يحل لهم أن يتصرفوا فيها حتى يدفعوا خمسها للمرجعية الرشيدة أعلى الله مقامها وبعد ذلك إذا ما دفعوا خمسها فإنها ستكون حلالاً زلالاً ولذلك فإن الحج المجاهد لا يشعر بتأنيب الضمير القضية قد شرعنت دينياً لا أريد أن أتحدث كثيراً في هذه الجهة لكن الكلام جرى الكلام فقلت وقلت حدثونا حتى دوّخونا عن ذكاء الحج المجاهد أخبرونا أخبرونا حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد عن نضاله السلبي أيام الكفاح لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة وعن غسيل أمواله في دبي وعمانا وبيروتا وطهرانا وأنقرة لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهره كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة وما ذاك بمستغرب هذا هو كل ما عند الحج المجاهد كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة مقبرة وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا فمرجعه الأعلى فأسوته العليا شيخ من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول يحكم الجهل فيها عرضا وطول إنه واقعنا الأخبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة إنه واقعنا الأخبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة دينها دين المقبرة دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدرة إنه لمام من سفاهات النواصبي وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة أشباه قطب أشباه قطب من مراجع الشيعة أو السنة وعلمائهم وخطبائهم على حد سواء من الأموات أو الأحياء نفس الشيء كما نقول في أمثالنا الشعبية هذا أخو هذا دينها دين المقبرة دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدرة إنه لمام من سفاهات النواصبي وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول ولا صوت فيها إلا الخوار هذه الحقيقة يا أبي يا عراق إن ابن آوى يمرح في الديار ولا يسمع في أنحائها إلا الخوار وداعا وداعا يا أبي يا عراق بانتظار الفجر ففجرنا لا بد أن يعود قريبا بعيدا لا بد أن يعود سلام من العقل والقلب حتى مطلع الفجر يا سيد الفجر وولي العاصر بقية الله أعنا بلطفك وتوفيقك أن نرابط بصدق ووفاء عند ثغورك الزهرائية حتى تنقطع الأنفاس أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفاتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المبتول بكربلا أين أين